أما شروطها فأن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنب قال تعالى على ما رزقهم من بهيمة الأنعام الشرط الثاني أن تكون قد بلغت السن المعتبر شرعا فلا يجزئ من الإبل والبقر والمعزي إلا ما كان مسنه سواء كان ذكرا أم أنثى والمسن من الإبل ما أتم خمس سنين ودخل في السادسة والمسن من البقر ما أتم سنتين ودخل في الثالثة والمسن من المعزي ما بلغ سنة ودخل في الثانية ويجزئ الجذع من الضأن وهو ما بلغ ستة أشهر ودخل في السابع يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعض أيها المؤمنون أوصيكم بنفسي بتقوى الله عز وجل ثم أعلموا رحمني الله وإياكم أن خطبتنا هذه تكون عن شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام وهي شعيرة الأضحية وهي شرعا ما يذبح من بهيمة الأنعام في أيام النحر تقربًا إلى الله تعالى والأصل في مشروعية الأضحية الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب ففي قوله تعالى فصل لربك وانحر قال ابن عباس رضي الله عنهما الصلاة المكتوبة والنحر النسك والذبح يوم الأضحى أما السنة فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضحي بكبشين أما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم قال ابن قدامة رحمه الله وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية وقال ابن حجر رحمه الله ولا خلاف في كونها من شعائر الإسلام أو من شرائع الإسلام أما الحكمة من مشروعيتها فإن من نعم الله تعالى على الإنسان أن يشرع للمسلم ما يشارك به أهل موسم الحج لأن أهل الموسم لهم الحج والهدي وأهل الأمصار لهم الأضحية وكذلك شرع الله الأضحية لتحقيق عدد من الحكم منها اقتداء بأبينا إبراهيم عليه السلام الذي أمر بذح ولده وفلذد كبده فصدق الرؤيا ولبى نداء ربه وتله للجبين فناداه الله وفداه بذبح عظيم قال تعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما واتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم ففي ذبح الأضاحي إحياء لهذه السنة وتضحية بشيء مما أفاء الله به على الإنسان شكرا لصاحب النعمة ومسديها ومن هذه الحكم التوسعة على الناس يوم العيد فحين يذبح المسلم أضحيته يوسع على نفسه وعلى أهل بيته وحين يهدي منها إلى أصدقائه وجيرانه وأقاربه فإنه يوسع عليهم كذلك وحين يتصدق منها على الفقراء والمحتاجين فإنه يغنيهم عن السؤال في هذا اليوم الذي هو يوم فرح وصرور ومن قال بوجوب الأضحية من العلماء فقد استدل بما أخرجه الشيخاني عن جندب بن سفيان رضي الله عنه أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر صلى ثم خطب فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله أما من قال إنها سنة مؤكدة فقد استدل بحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحيا فلا يمسن من شعره وبشره شيئا رواه مسلم قالوا علق الذبح على الإرادة والتعليق عليها مشعر بعدم الوجوب وعن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل عن من بره وأتي بكبش فذبحه فذبحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال بسم الله والله أكبر اللهم هذا عني وعن من لم يضح من أمتي أخرجه أبو داود والترمذي وصحاحه الألباني أما شروطها فأن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم قال تعالى على ما رزقهم من بهيمة الأنعام الشرط الثاني أن تكون قد بلغت السن المعتبر شرعا فلا يجزئ من الإبل والبقر والمعزي إلا ما كان مسنة سواء كان ذكرا أم أنثى والمسن من الإبل ما أتم خمس سنين ودخل في السادسة والمسن من البقر ما أتم سنتين ودخل في الثالثة والمسن من المعزي ما بلغ سنة ودخل في الثانية ويجزئ الجذع من الضأن وهو ما بلغ ستة أشهر ودخل في السابع الشرط الثالث أن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء المنصوص عليها في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا فأشار بيده وقال أربع العرجاء البين ظلعها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي رواه أصحاب السنن وصححه الألباني والشرط الرابع أن تكون ملكا للمضحي أو مأذونا له فيها فلا تصح التضحية بالمعصوب والمشضوق الخامس أن لا يتعلق بها حق الغير فلا تصح التضحية بالمرهون ولا بالموروث قبل قسمته السادس أن تقع الأضحية في الوقت المحدد شرعا فإن ذبحت قبله أو بعده لم تجزئ وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن أفضل وقت التضحية هو يوم العيد قبل زوال الشمس لأنه هو السنة لحديث البراء ابن عازي بن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء متفق عليه وأما آخر وقت ذبح الأضحية فقيل يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة وهو أصح أقوال أهل العلم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب رواه مسلم ومن الأحكام المتعلقة بالأضحية عدم الأخذ من الشعر والبشرة إذا دخلت العشر لمن أراد أن يضحي لقوله عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يلمس من شعره وبشره شيئا وهذا الحكم خاص بمن يضحي لا يتناول من يضحى عنهم منها أن أفضل الأضحية الإبل ثم البقر ثم الغنم لحديث أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيل الله قلت فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها والإبل أغلى ثمنا من البقر والبقر أغلى ثمنا من الغنم وكذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من اغتصل يوم الجمعة غُصل الجناب ثم راح فكأنما قرب بدنه ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كفشا أقرا إلى آخر الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وتضحيته صلى الله عليه وآله وسلم بكفشين محمول على التخفيف لربع المشقة وبيان الجواز وتجزئ الأضحية الواحدة عن الرجل وأهل بيته وإن كثروا لحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضحي بالشات عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون رواه أصحاب السنن وسحفه بالألباني وتجزئ البدنة عن عشرة والبقرة عن سبعة لحديث رافع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة رواه ابن ماجه وإسناده صحيح ويستحب للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي ويتصدق والأمر في ذلك واسع من حيث المقدار ويحرم بيع شيء من الأضحية من لحمها أو جلدها أو صوفها ولا يعطي الجزار منها شيئا أجرة على ذبحه وصلخه لأن ذلك بمعنى البيت أيها المسلمون اتقوا الله واعلموا أنه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم أقول ما تسمعون أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو العفور الرحيم